السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم واروة امامة ودي لو اول مرة تشوفوني بليز اعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلوكو كل الحاجات الجديدة اللي انا بقدمها كلنا مندور على الجمال وكلنا مندور ان رحيتنا تكون كويسة من قبل ما تكون للناس اللي حوالينا فهي لينا تمام حاجة خاصة بالنظافة الشخصية النهاردة انا هتكلم معيكو عن بودرة انشانتير بودرة انشانتير للجسم هي بودرة معطرة للجسم تمام سواء انتي مادام او سواء انتي بنوتة او سواء رجل ممكن كلنا نستخدم البودرة دي هي حاجة يعني بتدي الجسم رحة كويسة النهاردة انا هتكلم عن المميزات والعيوب والزعر ومصنوع فين وكل التفاصيل الخاصة بيها ولو مهتمية بالجزئية دي كملي معي الفيديو لغاية الاخر هتاخذي معلومات حلوة جدا 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 ويلا بينا نبدأ الفيديو درة انشانتير من البودر الحلوة جدا للجسم انا جايبة منه الحجم الكبير زي ما انتم شايفين اهو والحجم الصغير يعني هو انتي لو انتي او مرة تستخدميها فجيبي الحجم الصغير عشان تعرفيها بس هي هتبقى حلوة معيك وعلا بس هي ان شاء الله هتكون كويسة معيكي الحجم الكبير ده متين وخمسين ميلي والصغير ده ده مية خمسة وعشرين ميلي بالنسبة للأسعار كده هقول لكم السعر في البداية السعر يعني انا تقريبا دي كنت جايبها بستين جنيه بس ده كان يعني من سنة وشوية اه يعني هي تقريبا دلوقتي مسلا ممكن توصل يعني لتسعين جنيه تمانين جنيه والكبيرة دي انا شفتها اونلاين باسعار طبعا متفوتة بس هي يعني السعر المناسب لها حوالي مية وعشر او مية وخمسة وشر ممكن تجيبيها من اي طبعا ماركت كبير زي فتحالة او كارفور او ممكن تجيبيها طبعا من على امازون بس هي على امازون غالية شوية ممكن تجيبيها من الصيدليات ممكن تجيبيها من محلات الكوزماتيكس بجد البدرة دي هتفرق معيكي جدا جدا طيب يلا بينا بقى نقول احنا بنستخدمها ازاي البدرة دي بنستخدمها على جسم يكون ناشف مش مبلول تمام يعني وانت بستخدميها على جسمك لو استخدمتيها على جسم مبلول هتعجن يعني كأنك بتحطت ايه على مية فانت يعرف الشكل هيبقى عامل ازاي فاول حاجة ان انت تستخدميها على جسم يكون ناشف لو انت اخضر شور لازم تكون ناشفة جسمك خالص وجسمك ما يكونش راتب يعني يكون بعض الشور مسلا بساعة او حاجة فاللو هو الجسمك يكون قريدي اصلا ناشف خالص فتبدا تستخدميها هي البدرة بتعمل يعني لون ابيض على الهدوم السودة يعني طبعا بزدات لو انت حطتها في الاول فمحتاجة ان انت زيت نفاضي كده فدي مش من الحاجات الحلوة لانا انصحك ان انت تستخدميها يعني على هدوم او الوان غمقه في اللبس حاول ان انت لما تكون يحطوها ان انت الهدومك الداخلية او الهدوم ان انت تلبسيها تكون حاجات مثلا فواتح حشان ما تديش اللي هو اللون البدرة دي مخصصة للجسم مش مخصصة للاماكن الحساسة زي عموما سواء الاندر ارما او البكيني هي هي بدرة للجسم معادة الاماكن الحساسة تمام فانت عموما يعني الاماكن الحساسة دي ليها حاجات تانية ليها ديودرونت وليها يعني كوزماتيكس تانية خالص بعيد عن البدرة دي بس البدرة دي تقدر ان انت تحطيها مثلا على ظهرك المنطقة اللي هي منطقة الشست اللي فوق فانت تقدر ان انت تحطيها مثلا في جسمك في رجليكي لو رجليكي مثلا بتعمل ريحة مثلا بزدات في الصيف فممكن ان ان انت تحطيها مثلا قبل ما تلبسي الشراب فانت تحطي منها كده شوية على رجليكي وبعد كده تلبسي الشراب فهي بشراحة تبقى حلوة جدا بس نصيحتي ليكم ان انت وانت بتستخدميها ما تكونش يعني المكان ان انت تستخدمي فيها ما يكونش مبلول تمام عشان ما تعجنش هتعجن كده وحيبقى شكلها وحش جدا وما يكونش المكان مش نظيف يعني طبعا النظافة طبعا معروفة يعني ان انا مثلا هحطها على رجلي ما تبقى رجلي ريحتها وحشة او هي يعني عايزة تتغسل ورح حطها بودر يعني ما يفعش حط بودرة على حاجة مش نظيفة طب البودرة دي ممكن ان انا استخدمها يوميا ممكن ان انا استخدمها يوميا مفيش فيها مشكلة بس انا لو استخدمتها يوميا يبقى لازم اخسل المكان اللي انا هحط فيها تي انا مس هحطها على رجلي فانا اخسل رجلي وبعد كده انا شوفها كويس جدا وبعد كده ابدأ احط البودر بس ما يكونش فيها ندى او رطوبة او كده عشان ما تعجنش تمام هي بصراحة في منها كذا ريحة في منها الروايح اللي هي على حسب الوردة دي اللون ده هو افضل لون ممكن تجبيه تمام اللي هو الوردة اللي هي الحمرة انا بصراحة يعني وانا بشتري شميت كذا لون منها يعني او كذا يعني ريحة جربت الريحة دي مرتحت فيها انا من الناس اللي بحب يعني لو في حاجة مثلا اتميزت بيها او ريحة اه موجودة يعني مثلا انا بحطها بحب ان انا افضل عليها ما بحبش ان انا اغير بازدات لو حاجة عجبتني اه فاللون اللي هو الوردة اللي هي اللي انت شايفها دي اللي هي الحمرة دي ده افضل ريحة طبعا هي موضوع ريحة دي هي حاجة يعني اه يعني ممكن تكون مختلفة بين حد والتاني بس كلنا او تقريبا اغلبية الناس مجتمع على اللون ده اللي هي اللون الريد ده هو الوردة الحمرة دي هي افضل يعني افضل ريحة البودرة دي مصنوعة في ماليزيا هي بودرة اصلا مستوردة تمام انا عايزة وريكوا بس كده حاجة خرابك ها معيكم تمام هي بس يعيبها ان هي بتبهدل الدنيا شوية فانت ممكن تستخدميها في الحمام على اساس ان انت ما تبقش مبهدلة القوضة بتاعتك او كده بصوا هي بتدي اصلا يعني لايت كده شوية اه بتفتح انا بصراحة كنت بستخدم بودرة جونسون اللي هي باللفندر فهي اصلا ما بقتش موجودة بقت الموجودة دلوقتي اللي هي البودرة اللي هي السيدة من الحاجات الكويسة اللي انا استخدمتها يعني احسن طبعا من بودرة جونسون انا كنت زي ما بقول لكم بستخدم بودرة جونسون باللفندر وهي البودرة دي انا سمعت عنها بصراحة ان هي حاجات مش كويسة وان هي بتعمل امراض يعني معينة اه فهي اصلا انا حتى مش بلاقيها ما كنتش بلاقيها فكان بالنسبالي البديل بتاعها هي بودرة انشانتير استخدمتي ليها كان استخدمي يعني مش يعني مش مسلا يعني انا بكلمكم بعد شهر او شهرين لا انا يعني استخدمي ليها بعد حوالي اكتر من سنتين اه فانا جاي اعمل لكم الروفيو ده بعد سنتين استخدام اه بجد اهاتوها هاتفرين معيكو بس تلافوا الحاجات اللي انا قرتلكو عليها اللي هي اه ان احنا ما نحطهش على جسم بلول وان احنا نحطهه على الجسم يكون نظيف وما نحطهش في الاماكن الحساسة تمام بس كده هي اه زي فل وبجد مرسي ليكو والوقتكو وياريت اكون في التقو وما تنسونيش في اللايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الحاجات الجديدة لانا بقدمها وي باي باي